تتوصل الجهود على معبري أرقين وقسطل الحدوديين لاستقبال الفرين من السودان بسبب الاشتباكات الدائرة هناك هذا ويستقبل المعبر على مدار 24 ساعة السودانيين والمصريين ورعاية الدول القادمين من السودان حيث تقدم السلطات تسهيلات كبيرة للقادمين وللمزيد ينضم إلينا من معبر قسطل الحدودي مراسل التلفزيون المصري إلى هناك رامي محمد رامي أرصد لنا الوضع لديك الآن والمشهد تحياتي لكما ولكل متابعين من أمام الضفة الأخرى من معبر قسطل البري الحدودي الذي يربط بين مصر والسودان مع استمرار عملية إجلاء الفرين من الأراضي السودانية ومن الاشتباكات إلى المدن المصرية ونتحدث عن أعداد تقترب من 70 ألف وافد عبر المعابر المصرية بعد أن قامت وزارة الخارجية المصرية بتخصيص نقاط الإجلاء البري الخاصة بمعبري قسطل وأرقين لو تحدثنا أيضا عن الجهود المصرية المستمرة مع هذه العملية عملية الإجلاء من جهود وخدمات لوجستية وطبية تقوم عليها وزارة الصحة في العيادات المتنقلة وعربات الإسعاف وأيضا الحالات الحرجة التي تحتاج إلى النقل عبر مستشفى بوسمبل الدولي أو عبر مستشفى محافظة أسوام لو تحدثنا أيضا عن الدور الآخر الخاص بالهلال الأحمر المصري والذي يقوم بدور كبير عبر معبري قسطل وأرقين من خلال مراكز الإغاثة وأيضا المستشفى الميداني وتقديم حقائب الإسعاف الأولية وأيضا الوجبات الخفيفة والعصائر والمياه نظرا لطبيعة الأجواء والطقس هنا في المناطق الحدودية أيضا هذا الدور مستمر من خلال المستشفيات الجامعية بمحافظة أسوام والتي تقوم أيضا بإرسال القوافل الطبية لتقديم الخدمات المختلفة الصحية على المدن الحدودية وأيضا على المعابر المصرية هذا الدور لا يختلف كثيرا عن الدور الذي تقوم به أيضا القبائل والعائلات المصرية خاصة في المدن الجنوبية وتحديدا مدينة أبو سنبل وجميع مدن محافظة أسوام بتقديم الخدمات اللوجستية وأيضا المبادرات الخاصة بفتح المنازل واستضافة الإخوة من السودانيين وغيرهم من أصحاب الجنسيات الأخرى في هذه المدن وأيضا تقديم العديد من الوجبات والمواد الغذائية لهم هذا الدور الكبير المختلف سواء من العائلات المصرية والقبائل المصرية أو أيضا من خلال الدولة المصرية جهود مختلفة تقدم هنا لأكثر من ثمانية ألاف وافد تم تلقي الخدمات الطبية واللوجستية من خلال الجهود المصرية المستمرة على مدار الساعة وعلى مختلف الأيام حتى إذا أغلقت من الجانب الآخر الحدود السودانية لكن الحدود المصرية مفتوحة والبوابات المصرية عبر المعابر مفتوحة أمام الوافدين بكافة الجهود هذا هو المشهد عودة ليكم مراغا نعم رامي محمد كنت متحدثا إلينا من معبر قسطل الحدودي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك